اشتركوا في القناة ونسعدهم في البرلمان على أساس أن عدد الشباب النواب في البرلمان لا يكل عن 50 عضو وطبعاً هنترك الحكم للشعب على أداءهم في البرلمان النهاردة بيشرفنا اتنين من الشباب اللي كانوا حاضرين في هذا الاجتماع الأستاذ محمد ممدوح أمين شباب حزب المحافظين أهلاً بحضرتك صباح الخير أهلاً وسهلاً بك سمحنور والمهندس خالد أدهم مسؤول ملف الطاقة بحزب العدل أهلاً بحضرتك صباح الخير أهلاً وسهلاً بك سمحنور أبرز القضايا اللي اتطرحت أو التوصيات أقول لكم هو ليه دايماً الشباب عامل مشكلة يعني أول تصريح أو أول كلام طلي عن هذا الاجتماع مشدات وإخناقات وأطفاص خارجة وتدخل الوزير شخصياً علشان الشباب تخنقوا مع بعض علشان أسبقية الحديث مع الوزير ليه؟ الفكرة مش كده بالزبط الفكرة أن الموضوع عضية الشباب قضية حساسة شوية الشباب محتاجة إزاي كيفية كيفية التعامل معهم محتاجين أسلوب خاص في التعامل الشباب ما يحبش حد يحسسونه هو صغير ما يحبش حد يحسسونه هو في مدرسة أننا النهاردة مجرد أننا تلميس في مدرسة وحد بيعلمني بيقول لي أنت المفروض تعمل واحد اتنين تلاتة أربعة قصة كلها أننا محتاج أن حد يحترم علي يحترم تفكيري يحترم النهاردة أننا حد موجود في المجتمع بشتغل بقدي بنتك احترم يا سيد على الأقل تمثيل النسبي في المجتمع أننا النهاردة شرحت للشباب من سنة 18 إلى 35 فوق الواحد وعشرين مليون أستاذ محمد خليني أقولك يا محمد وإحنا يا شباب في سنة بعض بلاش ناخد بعض بعيد عن الموضوع أنا بتكلم دايماً إيه اللي دخل اللي أنا بقوله ده في اللي أنت بتقوله إحنا أنا بتكلم ليه يا شباب إسكان أنتم مش عايزين مش عارفين تسمعوا بعض مش راديين تضل بعض كل واحد دوره علشان يتكلم يقول وجهة نظره إيه المشكلة اللي هو يحصل لدرجة هرج ومرج واشتباكات وأرفاز خارجة في مؤتمر المفروض مع الوزير ويضطر للتدخل شخصياً وفي الآخر قال والله أنا اللي هختار واللي مش عاجبه اختياراتي يطلع بره شو ده اللي حصل؟ ليه؟ جزء من ده حصل مش بالكامل طب ليه؟ الفكرة كلها كان خلافات تنظيمة موضوع النهاردة فكرة التنظيم الناس النهاردة لما دخلت في البداية النهاردة شافت أن في ناس أسبقية حجز ناس موجودة قاعدة صفوف أمامي وخلفية كلها كانت خلافات تفحة جداً 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 لكن فكرة التصعيد كان في مجموعة كانت موجودة دخلها بهدف معين النهاردة مش مصدقة اللي بيحصل مش مصدقة أن احنا النهاردة أن الحكومة على الطرفة أن فيه شباب للأحزاب السياسية موجودة فالفكرة فيه ناس كانت دخلة بتتكلم بتتصيد الأخطاء حب النهاردة أن فيه مشكلة حصلت عشان اللقاء كمان اتأخر كمان المفروض كان معدنا مع الوزير واحدة ونص اللقاء بدأت اثنين ونص ففيه مجموعة أصلاً دخلة متحفزة أي خطأ هيحصل هيبقى فيه مشكلة فدخل النهاردة الوزير كان كمان فيه محاولة بعض الأحزاب كانت حاولت أنها تنسحب حوالي التسحق الأحزاب كانوا حابين أنهم ينسحبوا من اللقاء لكن بالفعل كان ده إحنا اللي كنا هنخسر لو الأحزاب انسحبت من اللقاء كنا إحنا اللي هنخسر لكن المشكلة أن إحنا كنا بنعرف نتكلم مع بعض والله الموضوع مش بالسوء ده خالد أنت شايف ده ما نخسحي يعني أنا عايزة أصعد الشباب وعايزة أديهم مسئوليات كبرى وعايزة أدخلهم يبقوا موجودين ممثلين للشعب واللي فئة كبيرة إحنا منتكلمة 60% من مصر شباب يعني فئة كبيرة جدا من المجتمع حيكونوا ممثلين لهم شباب شايف أن ده ما نخسحي ودي مؤشرات أولى توحي بالتفاؤل أن هؤلاء الشباب ممكن يمثلوا فعلا نقدر نوش رايحة كبيرة جدا من مجتمع في البرلمان هو الفلسفة أما تباين قالوا من الاختلاف دايما ما نخسح الاختلاف أنا مش بقوله على الاختلاف أنا بقوله على الخنائات في فرق بين الاختلاف والخنائة الاختلاف لا يفسد للود قضية لكن الخناء يفسد كتير جدا طيب أوكي أنا أصلا شغال مهندس تسويق بعمل سمينارات أنا فعلا لو كنت بعمل السمينار بتاع النهاردة كنت هترفت ليه بقى؟ السمينار النهاردة ما فيهوش تنظيم ده واحد اثنين فيه ناس جات من طيار الاستقلال ده مش حزب تلاتة المايكات كانت بتروح بطريقة غريبة يعني بتروح لده احنا ديه حاسين دايما ان فيه مؤامرة المايك رايح لحد معين عشان يقول كلمة معينة 2 المائكات بتروح بطريقة غريبة ده تحي بايه ان المايك رايح لحد معين عشان يقول كلمة معين اوكي لو سبتينا كاملك انت هاقول لك بكل بساطة ان المايكات كتبتعوا بаРربيri ساعة ومش بقول ل tha دي مؤامرة Child care abland nove Vamos de وتكون بيتعوا باحد نص إيه ودا حصل جوا uns Lynn ان بقول醒 يوم ع allá مؤامرة وده مش معنروة مؤامرة ان بوفса أنزيم مش مؤامرة ن yeash ما mineune انت بت suspectsza يعني إحنا عايزين نتكلم بصراحة مش عايزين نلف وندور إنت اللي بتقوله ده معنى مؤمر لا ده مش مؤمر لأنه كان فيه أحزاب هي لكتعامل مشاكل النهاردة الأحزاب دي الما يكفضل معها رباسا وفيه أحزاب ما عملتش أي مشاكل الما يكفضل معها نص دي فده سوق تنظيم مش مؤمر يعني المفروض يحدث العكس بس ماشي طب خلينا بقى نتكلم عشان الوقت ما يخدناش لكن نعرف إيه أهم وأبرز الملفات اللي تم طرحها النهاردة في الاجتماع أبدأ معك محمد النهاردة كنا جايين النهاردة عشان رقم واحد مشاركة الشباب في انتخابات البرلمان القادم النهاردة الوزير كان جامع للشباب عشان بيقول تمكين الشباب للمنافسة على أكبر كم ممكن من المقاعد في انتخابات البرلمان القادم 16 كرسي مش هيكفه لأنه نهاردة النسبة التعتبر المقاعد اللي هي فيها التمثيل الإجابي في الدستور للشباب 16 كرسي تمانية في القائمة الـ 6 في القائمة الـ 45 واثنين في القائمة الـ 15 شاف النهاردة دول 16 كرسي بتعب في القائم رئيس الجمهورية هيعين 27 فلو عين أربعة شباب عشان يكملوا لـ 20 هي 20 شاب في برلمان 2015 بعد دولة عملت صورتين استحالكوا نسبة كافية فيكون النهاردة بنتكلم في إن إزاي إن أعرف نحاول نوصل الناسبة دي لـ 50 إزاي الشباب تقدر تدافع عن قضيتها إزاي النهاردة تقدر تبقى موجود في الساحة وتتكلم وتقول أنا موجود إزاي بقى؟ توصلتوا لإزاي؟ ما هيكون أعزين أن أتوصل لإزاي دي لكن ما توصلتوش طبعاً كان الخناء أخدت نص المؤتمر وما لحقتوش طبعاً لا الموضوع بالضبط كان النهاردة ناس كتير كانت جاء مجلداً أنها بتعرض مشاكل وهو الوزير كان بيكلم إن هي في معطيات موجودة اتصرف على ضوء هذه المعطيات القانون مش هيتغير ده الوضع الحالي اشتغل على هذا الأساس معنى صاحب يقولك أنت النهاردة انزل إجري الملعب بس الرجلية متكتفة كمل انزل النهاردة واجه المال السياسي في الدولة وإنت النهاردة تنفس على المقاعد الفردية تبدأ أنت النهاردة تزاحم الشخصيات العامة على القائم تبدأ أن أنت النهاردة تحاول أنك تكون موجود تدي كدفة الناس وتاخد مكانها عشان تتبقى موجودة الصحة مش أنا عشان بس أنا بحول بشكل سريع أتطرق لكل المواضيع خالد إحنا ليه دايماً الشباب إحنا فكرنا ليه مش مختلف بمعنى يعني فيه إحنا بنكلم في صورات وتنزيل شارع والشارع بينزل كله من خلال الفيسبوك ليه الشاب مش قادر يستخدم هذه القلية اللي بتدخل كل بيت والوصلة لكل شاب أنه هو يعمل من خلال حملاته الانتخابية أوكي بكل بساطة الفيسبوك بيتمد على حاجة زي فانز ولايكس فكرة أن الفانز اللي موجودين أو الفولورز اللي موجودين عندي أنا كشاب ممكن يكون أنا كفء بس الفولورز اللي عندي مجرد 900 فولور فأنا محتاج مثلا عشان أوصل 900 فولور دولار ل900 ألف فولور عشان أوصل لعدد كفاية من ناخبين وتارجت الدائرة بتاعتي أنا محتاج مثلا حوالي 50 ألف دولار ده على الفيسبوك 50 ألف دولار الجيد القديم بدأ يستعين بشباب يتوصلوا على الفيسبوك يعملوا سبونسور بروموشن بوست عشان يوصلوا للشباب على الفيسبوك من المعروف صبعا الفيسبوك حاليا فوق 11 مليون مصر فهو وسيل التواصل فعال بس برضو محتاج فلوس كتير ففكرة إن إحنا نوصل على الفيسبوك من فكرة شير أو فكرة إن أنا أعمل لايك أو أعمل صفحة أنا عشان أعمل صفحة لا بس لو صفحة وفيها نوع من أنواع التفاعل خلي باقي الصفحات النشطة هي اللي بتجيب ناسها طبعا بتحتاج النوع من أنواع الدعاية بس أنت بتكلم برضو في دعاية بـ 20 دولار و 15 دولار كل مرة بس بتجيب لك عدد ضخم دي نمرأ واحد نمرأ اتنين التواصل بقى إما أنا بدخل صفحة بلاها حلوة أو صفحة بلاها إن هي اتشاير أو بقرأ من عند أحد أصدقائي بشوف شير من صفحة جيدة فبدخل عليها أشوف إيه اللي عليها على حسب النشاط الصفحة إحنا دي حاجة مش هننكرها يعني الفيسبوك يعني قالوا كثير وعادوا زادوا إن كان قوم صورات صح؟ أو مظبوط؟ طيب مش قادرين تعملوا الغاية دلوقتي ليه الشابق مش قادر اللي هي دي حاجة خاصة بيهم جدا كل الكبار بقى والمال والرأس المال ومش عافية ما لهمش فيها خالص ما بيعرفوش يفتحوا يعني التليفون أخروا السماعة الخاضرة قالوا والحمراء يقفلوا التليفون جميل جدا يعني أنتو عندوكو وسيلة مش عند الناس دي ما بتستغلوهاش ليه؟ خلينا أقول حاجة واحد يعني الجيل القديم اللي موجود في مصر مش محترف بالشابق اتنين التسويق أي تسويق مهما كان بيحتاج مصدقية أنا عشان أسوق منتج محتاج مصدقية والناس تكون واسقة فاي وعشان أسوق شخص محتاج مصدقية قوي أكتر بكتير من المنتج وعشان أسوق فكرة محتاج مصدقية أقو بس الفكرة فيه ميزة إن الفكرة ممكن يجتمع عليها ناس ومش محتاجة مصدقية في الشخص زي فكرة كلنا خالد سعيد زي فكرة الصفحات اللي موجودة اللي بتجمع ناس على الأهداف أو أفكار لكن فكرة شخص إن أنا أسوق لشخص لازم أعود يعني أعمل في بروموشن كتير ما أنت مش بتسوق لشخص على أساس أنه هو استغفال عظيمة مش بتكلم أن أنت بتديله صفة لكن أنت بتسوق لشخص اللي هو نشاط هو المفروض المعبر عن الشباب في البرلماني بقي أي شخص إن أنا أسوق له وأعمله صورة جيدة ولا شخص اللي هو نشاط لو أنت عملت فكرة النهاردة جيدة جداً في خدمة مصر وعملت ونزلت وشكنا زي مثلاً جمعات هنلونها وش داي غيرهم إزاي يسمعونا زي العديد من المبادرات وبدأت تنتشر ناس كتير جداً هتعرفك جميل جداً نتكلم في النور وحيبقى فيه مصداقية وحيبقى فيه كل اللي أنت بتقول المفروض ما سوقش الشخص مش معروف ومالوش أي نشاط لا أحنا نتكلم على شخص معروف أنا أعرف مثلاً محاضر في الجامعة الأمريكية عنده 27 سنة بتكلم في الاقتصاد وشغال في البورصة واخد وضع في البورصة وفي نفس الوقت أعرف اقتصادي مالوش لازمة عنده 35 سنة اللي عنده 35 سنة بسبب أنه بيطلع على الأعلام الناس برضو بتحب أن الناس بيطلع على التلفزيون وهكذا وبتدي محاضرات في أماكن عريقة وأماكن كبيرة فبسبب أن بيطلع على التلفزيون عنده 150 ألف فالور والشاب الثاني عنده 500 فالور رغم أنه ده كف أكتر من أولين فأنا بتكلم على شباب كف أنا ما بتكلمش عليه الشباب أنا عايزة أقولك حاجة ودون برضو زعل فيه شباب ما حدش عارف أسمهم خالص وصفحة مثلاً خالد سعيد من الوراها ومن اللقام عليها مش عارفين وبقى عليها ملايين وفيه شباب كف جداً وملهمش أي نوع من أي نشاط خارجي لكن لهم نشاط بشكل كبير على الفيسبوك وبينجحوا أن هم يوصلوا صفحاتهم للملايين ليه عشان لهم نشاط وبيشتغلوا في العديد من الأعمال الخيرية ليه موجودين هنا موجودين هنا ما بيتلعوش في التلفزيون ممكن لو قلت لك اسم واحد فيه من دلوقتي ما تعرفوش لكن لازم إحنا مشكلة الشباب وأنا بتكلم عن نفسي بالمناسبة برضو إحنا عايزين دايماً أصحنا مشوق دين فرصتنا فإحنا مثلاً يخبط على الباب ويقوليني جماعة دي فرصة هي ويلا وروح عشان تبقى مدير يلا وروح عشان تبقى إعلامي كبير يلا وروح عشان تبقى في البرلمان مفيش حد هيعمل كده إحنا المفروض هنعمل ده مش كده برضو بس إحنا مش واخدين فرصت مش واخدين فرصتنا إمتى لتعملها إحنا المطلوب إحنا نعمل الفرص طيب علشان بس أنا فعلاً وقت خلص عايزي أعرف إيه التوصيات اللي خرجتم منها من هذا اللقاء نحن نهارده اللي اتفقنا عليه أولاً هي في البداية بنشكر الموانس خلال عبد العزيز على البلاده النهارده أنه هو جمع شباب الأحزاب السياسية وقال بالفعل أن الأحزاب المصرية نهارده عندها شباب وفي أمانات شباب في الأحزاب وبتشتغل واعترف النهارده أن أهليدور في الشارع وأن الكوادر الحزبية أن الأحزاب هي مدرسة السياسة الوطنية الموجودة النهارده عشان تتعلم في السياسة أنت لازم تكون موجود في حزب طبعا هو ده بوابتك للبرلمان بوابتك للمحليات عشان تبقى موجود دي أول حاجة ممكن نتكلم فيها البادرة التانية اللي احنا النهاردة كنا وانتظرينها من المهندس خالد وان شاء الله تحقق لكن دي مش أول والآخر مرة هنوض مع بعض في اجتماعات تانية تبقى موجودة اتفقنا النهاردة على محاولة زيادة عدد مقاعد البرلمان عن طريق استغلال المقاعد المميزة التانية ان احنا النهاردة فكرة التنظيم مش أكتر في القائم الانتخابية يعني النهاردة المرأة فيها شريحة فيها نسبة كبيرة من الفتيات ممكن النهاردة نفس على مقاعد المرأة بفتيات تحت سنة 35 سنة اتكلم النهاردة على فكرة المصريين بالخارج اتكلم النهاردة كمان على نقطة زاوي الاحتياجات الخاصة كمان لانهما في نسبة كبيرة منهم من الشباب هي كمان محتاجة انها تمثل قضيتها والدفع عن حقوقها اتكرت كمان التوصيلات لخارج التنسيق بين شباب الاحزاب في الفعاليات اللي جاية النهاردة ان احنا بندفع عن قضية واحدة مش موجودين النهاردة مش فكرة ان احنا متشتتين لا احنا المفروض ان احنا نظهر ان احنا متحدين بندافع عن القضية نحط الايدولوجيات بتاعتنا على جنب النهاردة نحاول ننزع عن نفسنا فكرة النهاردة القتال على المنصب الحزبي اكتر منه ان انت بتدفع عن قضية الشباب بشكل عام خلد انا عايز اقولك حاجة انا على فكرة مش انا شباب فاكيد مش بيهاجم الشعب بس انا بتكلم بجد بقلب مفتوح معاكم لان احنا الى حد ما في نفس المرحلة السنية الى حد كبير عايز اقولك حاجة وتجوبني بصراحة ماشي شايف ايه الاختلاف بينكم بين الشباب دلوقتي اللي هو بيمارس السياسة وبين ممارسين السياسة القدامة اللي هما بيتكلموا كويس قوي وانهما بيقولوا كلام كبير قوي وايدالوجيات ومش عارفة ايه وايه وايدالوجيات ايه واختلافات وطيارات كلام ما بيفهموش المواطن البسيط ما بينزلوش للشارع يعني الى حد كبير زي ما نقول ايه خدوا النموذج القديم اللي احنا مش عايزينه هو ده اللي بتعلموا منه شايف ايه الاختلاف بينكم وبينهم Typ اولي ما . لا من ايغيذا اولي ايغفاذين من participنا . انا الفكرة جهو كويه جدا الفكرى في السيولة الماددة . الفكرة مشكلة الشباب فعلاً في السيولة الماددة لو الشباب عنده سيولة مادية قوية ساكتسب الت Christina فكلمd فى الممارسات العملية مش بتكلم دلوقتي في كيفية الدخول الممارسات العملية أنا بكلفه الممارسات إن هو اللي إحنا منتكلم عن برلمانين قعدوا العديد من السنوات ملهمش دعوا بالشارع بتكلموا كلام كبير جدا ما بفهموش رجل الشارع ملهمش أي اتصال بالشارع ملهمش ملهمش دي الممارسات اللي إحنا كنا مشوفها قبل كده إنتوا بتعملوا إي مختلف عندها لا إحنا بنتكلم بلغة الشارع إحنا بنتكلم بلغة الشباب اللي هم نسبة 60% زي ما أنت قلت في الأول إحنا بنتكلم بلغة الشباب اللي هم من رأي العام أكتر من 11 مليون على الفيسبوك وده من رأي العام اللي موجود إحنا بنتكلم بلغة الشباب غير الكلام بقى غير الكلام لا فيه كتير شباب نزلوا الشارع فيه كتير شباب أنا مثلا كلاجمية بيئة والطاقة أنا بدي محاضرات كتير جدا عن الطاقة الشمسية وعن البيئة وعن الطاقة وبحاول أنشر الوعي في المجال ده ولو فيه سيولة مدية هيكون أكتر بكتير فيه شباب غير كتير بتكلموا على اقتصاد وبيعها على الناس بالموضوع ده فيه شباب كتير بتعرف تعمل طلبات إحاطة وعندها قوة قوية أنها تعمل قوانين فيه شباب قريب عمل مؤتمرات للطاقة واتكلم فيها عن أزمة الطاقة وحل المشكلة فيه شباب برضو كتير وأزمة الطاقة لغاية دلوقتي مش باينة ملامحة رغم ده من الإحصائيات الأوليلة يدرنا مثلا نطلع ورقة الورقة دي فيها حل مشكلة الطاقة من نواحي كتير من ناحية الطاقة الشمسية من ناحية استخدام الفعال للطاقة فيه شباب كتير قدروا أنهم ينزلوا الشارع ويتكلموا على أزمة الطاقة دي لكن الفكرة كلها رجل الشارع البسيط عايز واحد كبير في السن يتكلم معه بلغة أنا اللي فاهم أنا عند استقرار أنا اللي عند الأمر الشباب للأسف ما عندوش القدرة أن السيولة المادية يوصل للشارع البسيط ما عندوش السيولة المادية السيولة المادية اللي هتوصلك للراجل للشارع البسيط السيولة المادية اللي هتوصلك للشارع البسيط أنا مثلا كشاب لو نزلت في القاهرة هعرف أعمل كم مؤتمر لو عملت أربع مؤتمرات أو خمس مؤتمرات بالسيولة المادية اللي معاهدة كويس جدا بص عشان دي برضو نفس طريقة التفكير ان انت عايز تعمل مؤتمرات زي اللي كانوا بيعملوهم من 30 سنة هو انت عشان تنزل لرجل الشرع دلوقتي محتاج تعمل الصوان وتوقف تقول نفس الكلام اللي كانوا بيقولوه من 30 سنة هو ده رجل الشرع هو ده الطريق اللي هتوصله بي رجل الشرع رجل الشرع البسيط انا لما بكلم معاه بنزل معاه في مؤتمرات بنزل اخط به بلغته بنزل اتكلم معاه بلغته البسيطة اللي هو العيش ايه ربطه بالسياسة بنزل أتكلم معاه بلغة البسيطة القوانين ممكن تصلح إيه من وضعه المادي بنزل أتكلم معاه بلغة البسيطة أنا ممكن أخدمه إيه في البرلمان طيب أنا وقت يخلص الحقيقة والمخرج الحقيقة يعني خلاص فاضل يعني ما فيش دقائق يعني على الفكرة الأخيرة فأنا طبعا أنا أتمنى لكم كل التوفيق لكن أتمنى كمان إن الشباب كلنا وأنا بتكلم عن نفسي كمان إن إحنا نفكر بطريقة مختلفة ما نحاولش ناخد آه طبعا الواحد بياخد من الكبار قدوة ومن السابقين قدوة ولكن ناخد القدوة بس الحسنة إلى حد ما نحاول نغير كتير عن طريق تفكيرهم ما يبقاش إحنا بنتعلم من حاجة إحنا عايزين نغيرها بالفعل يعني أنا ده اللي بشوفه بدون زعل إن إحنا بنتعلم من ناس إحنا عايزين نغير اللي هم بيعملون أنا أتمنى إن انتوا يا رب تنجحوا في ده ويا رب نشوف إن شاء الله أكتر من 50 مش 50 بس شابة في البرلمان وإن شاء الله في اللقاءات تانية لازم تشرفونا طبعا وبالتوفيق إن شاء الله في الدول إن شاء الله إن شاء الله جزيل الشكر لأستاذ محمد الممدوح أمين شابة بحزب المحافظين والمهندس خالد أدهم مسؤول ملف الطاقة بحزب العدل شرفتونا بعد الفاصل نوصل سبحتين